بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في أوراق العمل الإثرائية قسم العلوم طلاب الصف الأول الابتدائي لمادة نهاية الفصل الدراسة الثانية للعام الدراسي 2023-2024 جمع الأندلس التعليمي بداية مع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة ننظر جيدا إلى الأشكال الموجودة لدينا ثم نجيب عن الأسئلة بعد الاستماع الجيد للسؤال السؤال الأول ما هي طريقة حفظ الطعام الظاهرة بالشكل المجاور هل هي التبريد أم بي التغليف أم سي التنظيف أحسنت عزيز الطالب هذه الطريقة هي التنظيف حيث نقوم بغسل الطعام جيدا وإزالة جميع الأوساخ عنه السؤال الثاني ماذا يحدث للفاكهة الطازجة إذا تركت فترة من الزمن شكرا لك عزيز الطالب إجابة صحيحة تتعفن ويظهر العفن والعفن يغير من شكل ولون الفاكهة الموجودة لدينا السؤال الثالث أين يتم تبريد الطعام ليبقى طازجا لمدة أطول A في الحقيبة أم B في الثلاجة أم C في الفرن أحسنت الإجابة الصحيحة الثلاجة خذ وقتك الكافي بالتفكير عزيز الطالب ثم أجب إجابة صحيحة عن السؤال السؤال الرابع ما هو ملمس القطن A خشن B ناعم C قاسي خشن أم ناعم أم قاسي القطن ملمسه أحسنت الإجابة هي بي بارك الله فيك القطن ملمسه ناعم شكرا لك عزيز الطالب السؤال الخامس ما المادة المصنوع من هالمفتاح المفتاح الذي نراه أمامنا هل يصنع من مادة قاسية أم مادة طرية أم مادة خشنة أحسنت يصنع من مادة قاسية بارك الله فيك عزيز الطالب السؤال السادس أي مما يلي شيء شفاف شيء شفاف أي يسمح لبوء بالمرور من خلاله A كرة السلة B حائط البيت C عدسة النظارة نعم إجابة صحيحة عدسة النظارة تسمح لبوء بالمرور من خلالها لذلك نستطيع الرؤية من خلال عدسة النظارات ونرى ما يوجد خلفها السؤال السابع ما المادة المصنوع من هالملابس المادة التي يتم صناعة الملابس منها A هل هي مادة لامعة هل هي مادة شفافة أم هل هي مادة ناعمة مادة لامعة مادة شفافة أم مادة ناعمة أحسنت الملابس تصنع من مادة ناعمة حتى تكون مريحة على الجسم السؤال الثامن ما الوصف الصحيح للطعام الذي يظل محافظا على لونه ورائحته وملمسه الطعام الذي يحتفظ بلونه ورائحته وملمسه A. طعام طازج B. طعام متعفن C. طعام محفوظ بارك الله فيك هو الطعام الطازج وهذه الإجابة إجابة صحيحة السؤال التاسع من العادات الصحيحة التي يجب أن أفعلها لأتجنب التسمم الغذائي حتى لا يحدث معي تسمم غذائي A. أغسل الأطعمة الطازج قبل تناولها B. أتناول طعام متعفن C. أتناول طعام ليس مطهو جيدا بارك الله فيك شكرا لك إذن نغسل الأطعمة الطازج قبل تناولها حتى نتجنب التسمم الغذائي السؤال العاشر ما هي المادة التي تمتاز بأنها قاسية ومعتمة قاسية ومعتمة ولها استخدامات متعددة A. الزجاج B. المطاط C. الخشب نفكر جيدا عزيزي الطالب الزجاج هو مادة قاسية لكنه ليس معتم المطاط مادة طرية وليس قاسية الخشب مادة قاسية ومعتمة شكرا لك عزيزي الطالب السؤال الحادي عشر أي من الأشياء التالية نحتاجها جميعا كي نبقى على قيد الحياة هل نحتاج إلى A. الماء B. الهاتف الجوال C. ألعاب الحاسوب شيء لا نستطيع الاستغناء عنه حتى نبقى على قيد الحياة الإجابة الصحيحة الماء شكرا لك عزيزي الطالب أي من الأشياء التالية نحتاجها جميعا كي نبقى على قيد الحياة A. الغذاء B. اللعب M. س. الركل الغذاء اللعب الركل أحسن نحتاج إلى الغذاء الإنسان والحيوانات نحتاج إلى ثلاثة أمور رئيسية للبقاء على قيد الحياة ألا وهي الهواء والماء والغذاء هذه ثلاث مواد أساسية نحتاجها كي نبقى على قيد الحياة الهواء والماء والغذاء السؤال الثالث عشر أي جزء من أجزاء النبات يصنع الغذاء لننتذكر أجزاء النبات سويا النبات يتكون من أربع أجزاء رئيسية الجذور ثم الساق فالأوراق والزهرة لكل جزء من هذه الأجزاء وضيفها أي جزء من أجزاء النبات يصنع الغذاء أحسن أحسن هذه أزهار جميلة سؤال الخامس عشر ما المرحلة القادمة بعد الرضيع على الخط الزمني للإنسان يمر الإنسان بأربع مراحل أساسية تبتدأ بمرحلة الرضيع وتنتهي بمرحلة البالغ ما المرحلة التي تأتي بعد مرحلة الرضيع أحسن تعزيز الطالب إنه الطفل الإجابة الطفل يولد الإنسان رضيعا ثم يصبح طفل ثم ينمو هذا الطفل ويصبح مراهق وفي النهاية يصبح شخص بالغ طادر على إنتاج أفراد جديدة السؤال السادس عشر أي من مراحل نمو الإنسان تظهر في الصورة انظر جيدا إلى هذه المرحلة هل هو طفل أم بالغ أم مراهق نعم صحيح إنه الطفل هذه تمثل مرحلة الطفولة حيث يستطيع الطفل في هذه الصورة أن يمشي على قدمه السؤال السابع عشر عند التأثير بقوة كبيرة على كرة فإنها عند التأثير بقوة كبيرة على كرة فإنها إذا أثرنا بقوة كبيرة على كرة ساكنة فإنها تبقى ساكنة تتحرك ببطء مسافة قصيرة سي تتحرك بسرعة مسافة كبيرة لاحظ أننا أثرنا على الكرة بقوة كبيرة أحسن تتحرك بسرعة مسافة كبيرة بارك الله فيك إجابة إجابة صحيحة عزيزي الطالب سؤال الثامن عشر ما هي مرحلة النبات العمرية التي تنتج فيها الأزهار بذرة ببادرة سي نبات بالغ متى يستطيع النبات أن ينتج الأزهار عندما يكون بذرة أم بادرة أم نبات بالغ أحسنت النبات البالغ هو النبات الذي يستطيع إنتاج الأزهار ونتذكر أن نبات تبتدئ دورة حياته بالبذرة ثم بادرة ثم شتلة فنبات صغير ثم نبات بالغ بارك الله فيك عزيزي الطالب سؤال التاسع عشر ما المقصود بالمكان الذي يتوافر فيه الطعام المكان الذي يوفر الطعام للكائن الحي A هل هو الموطن B هل هو السيارة C هل هو البلاستيك سؤال جيد وإجابة ممتازة الموطن هو المكان الذي يوفر الطعام للكائن الحي سؤال عشرين ماذا يسمى صغير الفراشة انظر إلى الصورة جيدا ماذا يسمى صغير الفراشة A هل هو فرخ B هل هو يرقه C هل هو أبو ذنيبة فرخ يرقه أبو ذنيبة معامل إجابة صحيح عزيز الطالب الفرخ هو صغير الطائر اليرقه هي صغير الفراشة أبو ذنيبة صغير أبو فدع إذن الإجابة B ما الكائن الحي الذي يجب التعامل معه بحذر لأن هذا الكائن يمكن أن يؤذينا A هل هو النحل B البط C العصفور أحسنت النحل لأن النحل يمكن أن يلسعنا لذلك يجب أن نتعامل بعضه بحذر وارتداء الملابس الخاصة عند التعامل معه سؤال الثالث والعشرون أي من الحيوانات التالية يتكاثر بالبيض بعض الحيوانات تتكاثر بالملادة يلد وبعض الحيوانات يتكاثر بالبيض يبيض A الأسد B الدجاجة أمسي الماعز أحسنت الإجابة B وهي الدجاجة لأنها من الطيور والطيور تتكاثر بالبيض السؤال الثالث والعشرون أي مما يلي موطن السمكة A البحر B الصحراء C الغابر موطن السمكة نعم أحسنت السمك يعيش في البحر إجابة صحيحة بارك الله فيك شكرا لك عزيز الطالب السؤال الخامس والعشرون عند التأثير بقوة صغيرة على كرة فإنها إذا أثرنا بقوة صغيرة على كرة فإنها تبقى ساكنة B تتحرك ببطء مسافة قصيرة أم C تتحرك بسرعة مسافة كبيرة إجابة صحيحة القوة الصغيرة أو القوة الضعيفة تحرك الكرة ببطء لمسافة قصيرة شكرا لك عزيزي الطالب السؤال السادس والعشرون انظر إلى الصورة جيدا عزيز الطالب وانظر إلى ماذا يفعل هذا الطالب إنه يقوم بتحريك حقيبته المدرسية ما نوع القوة المستخدمة في هذه الصورة A دفع B رفع M C سحب فكر جيدا قبل الإجابة نعم أحسنت السحب لأن الحقيبة تقترب من الطفل أثناء الحركة إذن هي قوة السحب أما إذا كان يدفعها بعيدا عن تكون قوة دفع إجابتنا للحقيبة قوة السحب شكرا لك عزيزي الطالب أي مما يلي يتحرك بسرعة انظر إلى الصور جيدا لكائنات حية وأشياء غير حية أي منها يتحرك بسرعة A الفهد C B لطفا B الحلزون M C الريشة أحسنت الفهد يتحرك بسرعة شكرا لك عزيزي الطالب السؤال 28 أي من السيارات تشكل خطرا أكبر عندما تكون متحركة بنفس السرعة لدينا سيارة صغيرة شاحنة واسكوتر نتذكر كلما كانت الكتلة أكبر يكون أخطر إذن أحسنت عزيزي الطالب الشاحنة لأن كتلتها كبيرة وزنها كبير لذلك تكون هي أخطر من السيارة الصغيرة أو من السكوتر أثناء الحركة انظر جيدا عزيزي الطالب إلى هذه الصور الثلاثة الموجودة لدينا أي مما يليمثل سلوك صحيح أثناء قيادة السيارة A نرى طفل يضع حزام الأمان ويجلس على الكرسي الخلفي للسيارة B نرى طفل يخرج رأسه من زجاج السيارة من نافذة زجاج السيارة إلى الخارج C نرى طفل يجلس خلف مقود السيارة الإجابة الصحيحة أحسنت A الطفل الذي يضع حزام الأمان سؤال ثلاثين ماذا يجب أن أرتدي عند ركوب الدراجة عند ركوب الدراجة ماذا يجب أن أرتدي لأحافظ على سلامتي A خوذة B ثوب C حزام الأمان أحسنت عزيز الطالد يجب أن أرتدي الخوذة بارك الله فيك ننتقل الآن إلى السؤال الثاني صل العبارة من العامود الأول مع الصورة التي تناسب من العامود باء العامود الأول لدينا ثلاث جمل أداة مصنوعة من الخشب والمعدن ثنين لا يتحرك من تلقاء نفسه ويحتاج للوقود كي يتحرك ثلاث تتكاثر بوضع البيض العامود باء نرى صورة فراشة صورة مطرقة وصورة قارب واحد أداة مصنوعة من الخشب والمعدن أحسنت عزيز الطالد المطرقة مصنوعة من الخشب والمعدن اثنين لا يتحرك من تلقاء نفسه ويحتاج للوقود كي يتحرك بارك الله فيك القارب أحسن ثلاث تتكاثر بوضع البيض الفراشة من الحشرات والحشرات تتكاثر بوضع البيض بارك الله فيك ننتقل إلى السؤال اللاحق صل ما بين العبارة في العامود الأول والصورة الصحيحة في العامود الثاني العامود الأول طعام يسبب لنا المرض طعام إذا تناولناه يسبب لنا المرض والعبارة الثانية طريقة تبقى الطعام طازج لمدة أطول كيف نحافظ على الطعام طازج ننظر إلى الصور جيدة الصورة الأولى صورة موز موضوع داخل كيس بلاستيكي ومغلق الإحكام الصورة الثانية صور فواكه طازجة والصورة الثالثة صورة العفن ينمو على حبة الليمون طعام يسبب لنا المرض أحسن تناول الليمون الذي يوجد عليه العفن يسبب لنا المرض طريقة تبكى الطعام طازج لمدة أطول تحافظ على الطعام طازج لمدة أطول بارك الله فيك تغليف الطعام يحافظ على الطعام طازج لمدة أطول العامود ألف صغير الضفدع اثنين كائن حي يتكاثر بالولادة ثلاث ينمو من البذرة أربعة كائن حي يمكن أن يؤذينا العامود باء نرى البذرة ينمو منها جذر وبرعم ونرى أبو ذنيبة كذلك سقر والزرافة صغير الضفدع ماذا يسمى صغير الضفدع؟ أحسن تعزيز الطالب أبو ذنيبة يعيش في المياه ويستطيع أن يسبح داخل المياه هو صغير الضفدع أبو ذنيبة كائن حي يتكاثر بالولادة أحسنت الزرافة من الثديات وهي تتكاثر بالولادة ينمو من البذرة ماذا ينمو من البذرة؟ أحسنت البرعم والجذور بارك الله فيك كائن حي يمكن أن يؤذينا كائن حي يمكن أن يؤذينا بارك الله فيك الصقر عزيز الطالب السؤال الثالث أكمل الفراغ التالي بالكلمة المناسبة من الصندوق فاسداً اللمس القرم يجعل العفن الطعام ولا يصلح للأكل يجعل العفن الطعام فاسداً ولا يصلح للأكل بارك الله فيك تنمو أشجار على شواط البحار أشجار القرم تنمو أشجار القرم على شواط البحار الحاسة التي نعرف بها المادة الطرية من القاسية هي حاسة كيف نميز بين المادة الطرية والمادة القاسية عن طريق الإمساك بها باليد وحاسة الإمساك باليد يطلق عليها حاسة اللمس بارك الله فيك عزيز الطالب لدينا أيضاً في المربع أو المستطيل الكلمات التالية السموم أصغر اللثوم حزام والموطن يتغذى الأسد على الأسد يتغذى على نوع واحد من الطعام يطلق عليه اللثوم بارك الله فيك شكراً لك عزيز الطالب اثنين صغير الحيوان حجماً من الحيوان البالغ صغير الحيوان هل هو أصغر أم أكبر حجماً من الحيوان البالغ أصغر حجماً شكراً لك الحيوانات تطرح الفضلاء لتتخلص منه لماذا تخرج الحيوانات الفضلاء؟ لتتخلص من السموم إجابة صحيحة يوفر الغذاء والماء والمأوى للكائن الحي ما اسم المكان الذي يوفر الغذاء والماء والمأوى للكائن الحي؟ بارك الله فيك يطلق عليه اسم الموطن أجلس في المقعد الخلفي للسيارة وأرتدي حزام الأمان شكراً لك وأرتدي حزام الأمان السؤال الرابع عزيز الطالب ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة الإنسان العبارة الأولى الإنسان الذي يأكل طعام متعفد قد يصاب بوجع في البطن والإسهال نعم صحيح إجابة صحيحة ثنين من الممكن صناعة النوافذ من الخشب نوافذ المنزل نصنعها من الخشب هل يسمح الخشب لبوء بالمرور من خلاله؟ إجابة خاطئة شكراً لك ثلاثاً يتغذى الأسد على النباتات واللحوم الأسد يأكل النباتات واللحوم إجابة خاطئة بارك الله فيك إجابة خاطئة أربعة النفايات البلاستيكية تسبب التلوث في البحر النفايات البلاستيكية تسبب التلوث في البحر صحيح شاهدنا كياس بلاستيك كيف تضر وتلوث مياه البحر عن أشجار القرم السؤال الخامس جزء النبات الذي يزودها بالماء هو الساب إجابة خاطئة الجذور هي من تزود النبات بالماء الجذور موطن الأسد هو النهر يعيش الأسد في النهر إجابة خاطئة أحسنت عزيز الطالب تصنع الأشياء التي تنحني من مواطرية الأشياء التي أستطيع أن أثنيها بيدي هي تصنع من مواد طرية ما رأيك إجابة صحيحة بارك الله فيك من أنواع القوة قوة السحب والدفع نعم صحيح شكرا لك عزيز الطالب إجابة صحيحة أستطيع أن أجعل الكرة تتحرك بشكل أسرع عند دفعها بقوة أكبر إذا دفعت الكرة بقوة كبيرة هل تتحرك بصورة أسرع نعم صحيح شكرا لك الأشياء الثقيلة تتحرك بسرعة أكبر من الأشياء الخفيفة عند دفعهما بنفس القوة ما رأيك؟ إجابة خاطئة بارك الله فيك عزيزي الطالب ننتقل إلى السؤال الخامس ننظر جيدا ونفكر جيدا ونعود نفسنا على الكتابة عزيزي الطالب السؤال الأول اكتب طريقة تكاثر كل كائن حي تحت الصورة الصورة الأولى صورة السمك السمك يتكاثر بالبيض أم يتكاثر بالولادة؟ بارك الله فيك السمك يبيض الفيل انظر إلى الفيل جيدا الفيل أذناه كبيرتان هل يتكاثر بالبيض أم بالولادة؟ يبيض أم يلد؟ شكرا لك بارك الله فيك الفيل يلد عزيزي الطالب إجابة صحيحة بارك الله فيك باء انظر إلى صورة الكائنات الحية التالية ثم اكتب الإجابة الصحيحة في الفراغ لدينا صورة الدجاجة والحصان والفراشة الحيوان الذي سيكون أكثر خطرا عندما يتحرك بسرعة هو الحيوان الذي يمثل خطر عند تحركه بسرعة هل هو الدجاجة أم الحصان أم الفراشة؟ شكرا لك عزيزي الطالب والحصان من لكم يستطيع أن يخبرني لماذا الحصان يكون أكثر خطرا من الدجاجة والفراشة؟ ممتاز 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 نعم لأن الحصان أكبر كتلة من الدجاجة ومن الفراشة كلما كانت كتلة أكبر والحجم أكبر يصبح الكائن الحي خطر أكثر ننتقل إلى السؤال جيم صنف القوة الموجودة في الصورة في الجدول الموجود بالأسفل حسب الرقم إلى دفع أو سحب وذلك بكتابة رقم الشيء في مكانه الصحيح لدينا الصورة الأولى صورة شد الحبل رقم واحد والصورة الثانية رجل يقوم بتحريك عرب الطفل أمامه صورة رقم اثنين قوة الدفع هل هي الصورة رقم واحد أم اثنان؟ نعم الصورة رقم اثنان تمثل قوة الدفع وقوة السحب أحسنت عزيز الطالب الصورة رقم واحد تمثل قوة السحب الآن في السؤال دال أكتب على النقاط اسم المادة التي يصنع منها كل شيء موجود في الصورة إما طري وإما قاسي الصورة الأولى طاولة الطاولة تصنع من مادة طرية أم مادة قاسية؟ أحسنت من مادة قاسية لأننا نريد أن نستخدمها ونضع فوقها بعض الأشياء فيجب أن تكون مصنوعة من مادة قاسية الصورة الثانية الملابس الملابس تصنع من مادة قاسية أم طرية أحسنت من مادة طرية حتى نستطيع أن نشعر بالارتياح ونحن نرتدي هذه الملابس انظر إلى الصورة الكائن الحي التالية ثم أكتب الإجابة الصحيحة على النقاط اسم الكائن الحي سقر جمل ونحلة الحيوان الذي سيكون أكثر خطرا عندما يتحرك بسرعة هو السقر أم الجمل أم النحلة الجمل الأحسنت عزيز الطالب الجمل يكون أكثر خطرا عندما يتحرك بسرعة لأن حجمه أكبر وكتلته أكبر صنف الأشياء التالية عن طريق كتابة الرقم الموجود أسفر الصور بالجدول انظر إلى الصورة الأولى كائس زجاجية رقم واحد والصورة الثانية كوب رقم اثنين شفاف من المادة الشفاف الصورة الكائس الزجاجية أم الكوب واحد أم اثنين أحسنت عزيز الطالب الكائس الشفاف يسمح بمرور الضوء من خلاله الشيء الشفاف يسمح بمرور الضوء من خلاله وكائس الزجاجية نستطيع أن نرى من خلالها الصورة المعتم المعتم الكوب لا نستطيع أن نرى من خلاله لا يسمح بمرور الضوء من خلاله لذلك نطلق عليه مادة معتمة هكذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من مراجعة الأوراق الإثرائية لنهاية الفصل الثاني بارك الله فيكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله تدرب جيدا حتى تستطيع أن تحرز الدرجة الكاملة إن شاء الله وشكرا لك عزيز الطالب